نبدأ النهاردة نبدأ الحلاج وكان أول حاجة كانت مطالبة الزمالك بخطأ وبطاقة حمراء واستمرار اللعب بشكل بص بدأت المباراة ولقطة كبيرة وجود إبراهيم بالمنظر ده طبعا خد القرار الصحيح وبيشاور وضوح وثقة الرجل رمي ربيع وصل القرار تماما وبالتالي مفيش خطأ استمرار اللعب بقرار صحيح مراجعة صحيحة من حكم الفار وبالتالي بنتكلم بصراحة كابتن جياد هي صعبة جدا بس كابتن جياد فعلا كان قريب جدا هو قريب مش مش بس قريب هو خد زود رؤية شاف اللي احنا شايفينه ده وبالتالي هو خد القرار بنتصقة وقرار صحيح مفيش خطأ استمرار اللعب بقرار صحيح طبعا لو فيها خطأ كان هتبقى طرد بالضبط كان لو خطأ براكل حرة مباشرة للزمالك وطرد رمي ربيع لكن هو يصل لكورة وقرار صحيح مفيش راكل جزاء مفيش راكل حرة مفيش كارت أحمر واستمرار اللعب بقرار صحيح نشوف اللي بعدها على طول كرة لكريم ندفد وانزار الشهر والكابتن الدهس على القدم من كريم ندفد قرار صحيح ومميز من إبراهيم اللي على بواد خطوة اللي الرجل فوت انفوت دي خلاص ده أكثر درجات تهور الرجل على الأرض والرجل التانية فوقها ده خلاص انزار دي أمت تحسي الطرد الطرد مباشر لما بتجي بكوة وسرعة ومسافة لكن بالمنظر ده مفيش لا كوة ولا سرعة ولا مسافة بالتالي بتكلم في انزار وانزار مستحق حلو وقرار صحيح حلو نشوف اللي بعدها كرة اللي بعدها برضو كانت لكريم مع ندفد آه الدخول بتهور برضو نفس الكلام بإبراهيم قريب طبعا في اللقطة دي وطبعا إبراهيم من حكام الكبار اللقطة دي لازم صفارة ولازم انزار تاني لكريم ندفد وده كان هيبطرت طبعا ده أقصى رجال تهور لكريم مفيش ما ينفعش اللقطة يتعدي بدون انزار لا يمكن تعدي بدون انزار لفكرة اللقطة دي لو وإبراهيم خاتها كنا نهاردة قلنا نجم المباراة هنقول للمباراة إبراهيم نردين بغض نظر النتيجة من اللي يكسب من اللي يخسر مطش ده ده ما ينفعش يتعدي اللقطة دي بدون انزار الحكم بيفكر صح؟ ما هو انت لو فكرت في التحكم مشكلة صح؟ فانت لما تفكر سيودك كده كده داني أعيم عليها أصلا من قبل محكم المباراة دي الطرد مبكر للأهلي فالدنيا هتقوم عليها بالعكس اللقطة زي دي يا كريم لو خدتها وطردت كريم مدفد العلوية قبل الزمال كوية هيقولك انت صح وبالتالي من الكلام انزار مستحق وكان لازم لا لا طبعا أنا معاك أنا بس بقولك الساعات الحكم ممكن يفكر فيه بس انت قلت لأ لو الحكم فكر كده المباراة بوز منه بالضبط طيب ناخد اللي بعدها يعني دي كان كريم ياخد انزار تاني انزار تاني وتارد ده حي هو عمل اتاحة فرصة يعني عشان ما حسبش الخطأ لو حسب الخطأ في انزار طيب اتاحة الفرصة ما كانش ما كانش صحيحة ده جولي الزمالك الأول أولا الهدف أولا ما فيش تسلل شوفنا دي بالضبط ما فيش تسلل اللقطة باينة وواضحة نكمل بعد كده الراجل راح وكمل طبعا خلاص القرى سابقى وجوند ساليم ما فيش رسم الخطوط بصورة صحيحة حكي المساعد خدق رف الملعب بصورة صحيحة والفرد أكد على الهدف والهدف صحيحة ده هدف الزمالك الأول طيب اللقطة اللي بعدها كادت ما بين محمد عبد المنعم وسيف الدين الجزيري لقطة اللي حصل فيها مواجحة فيه تهور من سيف الجزير راح هو راح بتهور هياخد انزار طب الموعي سيف الجزير على أرض كده محمد عبد المنعم عمل ايه هنشوف بها هو عمل ايه لو ضرب بدون كرة هي كارتة أحمر مباشر لكن اللي احنا شفناه في اللقطة انه هو فيه دفعة ومش دفع في الواكه دفع في السدر دفع كتير جداً لو دفع في الواكه برضا هروح لكارتة الأحمر حتى لو متعمدة هو متعمد بس هو في الآخر دفع بيتعامل كتهور وبالتالي انزار كان مستحق لسيف الجزيري أولاً للتهور الدفع اللي حصل ده دفع في الجسم في السدر مش فيه في الواكه لو في الواكه الكريم رح لكارتة أحمر مباشر حتى لو مفاشره منعوش كوه الواكه مجرد تروح للواكه بإيدك والدفع المنظر ده كان هيب كارتحمر لكن هو راح للسدر الدفع كان في السدر وبالتالي انظار مستحق اتفل مع إبراهيم في القرار وأكيد مراجعة صحيحة من حكم الفار ما قالوش ان في كارتحمر عندي لأنه في كارتحمر هم شايفين كارتحمر لكن فعلا انظار هنا وانظار هنا كارة صحيحة حالو ناخد اللي بعدها دي كانت رجلة جزاء اللي بعدها رجلة جزاء احتسبت لنادي الزمالك والغاية بعد الدخل الفار بالضبط هتلاحظ ان إبراهيم كان بعيد اللي احتسب رجلة جزاء اللي اتأخر في اللقطة اللي احتسب هو المساعد المساعد الاول عشان بعض الناس ساعت لي كابتر إبراهيم نريد يتأخر هو كان إبراهيم جهس نفسه لازم تقرأ اللعب بدر شوية إبراهيم لما اتأخر المسافة دي ما يشوفش التفاصيل اللي نشوفها دلوقتي هو ما يشوفهاش حكم المساعد ممكن يخش جوه الملعب يشوفنا سامي هلا يخش جوه الملعب ده تعليمات تحت دولي لعبة رامي ربيع دي طب احنا المعيار بالنسبة لنا وصول للكورة طب رامي ربيع وصل للكورة وهي وان موفمينت حركة واحدة الرجل راحة حركة واحدة وبالتالي لما توصل للكورة اي استضام بعد كده لا تعاقب عليه هي حركة واحدة ما فيش ساكند موفمينت للرجل نفسه وبالتالي لما وصل للكورة واستضام بعد كده لا يعاقب على الاستضام هو لعب الكورة هو لعب الكورة وبالتالي بنتكلم استمرار اللعب كاره صحيح طبعاً هو لما براهم حتسب ركل الجزاء حكم الفر تدخل محمد عدل ورفاقه واستدعوه وشاف اللقطة اللي احنا شفناها دلوقتي ورجع بالقرار الصحيح صحح خطأه بسقاط وما فيش ركل الجزاء في اللقطة دي طيب ناخد اللقطة اللي بعدها بس ان عايزة تتكلم في حتة دي لو هتتكلم بقى دي ما فيش فيها مفيش فيها سيميوليشن فيه احتكاك حصل وبالتالي سيف الجزيرة اللي عاقب في اللقطة دي لا عشان لعبة النادي الآن لما رجع الكبت هماموردين قروه ما تدين لا ما هو فيش في كاك حصل وبالتالي اللي عاقب على سيميوليشن صحيح ناخد اللي بعدها يا شباب دي كان كرة برضو ايه حسب التسلل سامي هلها المساعدة الاول وقف بصورة صحيحة التعليمات بنكمل اللعبة وبعد كده بنرفع الراية والصفارة طلعت فبنتكلم في التسلل الصحيح كان موجود على لعب الزمالك اللي هو بكمل لعبته خالص لغاية ما الكرة توصل لخلص الكرة خلصت الراية رفعت والصفارة طلعت وكرة صحيحة ممتاز الكرة اللي جاية كرة الجول بتاع الهدف هدف الاهلي لم نرجع الهدف منشوف قبل الهدف فيه تسلل ما فيش تسلل وبنتكلم فيه خطأ قبل الهدف ما فيش خطأ وبالتالي هدف الاهلي التعادل كان هدف صحيح ما فيش خطأ قبل الهدف ما فيش تسلل قبل الهدف ومراجعة الهدف من حكم الفر اللي ابن معلو ده هو حاكم الفار بيعمله المراجعة الصحيحة طبعا ما فيش تسلو متغطي تماما من غير الخطوط ولا حاجة بايدة خاصة الاتنين متغطين تماما ولما تلعب بعد كده الهدف صحيح المراجعة كانت صحيحة من حاكم الفار وهدف صحيح